السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي. هل نهار ان شاء الله غالي نهضروع على واحد الحلقة مهمة لكل مربي ارانيب. لهي كيفية خطام صغار ارانيب. اي كيف ما كان نعدي لهم يعني بلدي ولا رومي ولا ولا يعني كروازي بحال هاد شكل هاد اللي عندي هنهاراهم كروازي. هنهاروا ماشي بالميديين ماشي ماشي روميين. يصحبوا بيان هاد وراهم روميين لان هدوارهم يعني كروازيين. عنهم هو هدا يعني هدا بابيون يعني الاصل دي الابابيون وزوجته هاد الام دياله ما هي زوجته مع ام بلدية خرجونا هاد الاناني بتبارك لله اللي هما كروازيين كيفاش دبا غادي نفطموهم وكيفاش غادي نتعاملوا معاهم في الايام الاولى بالنسبة لام ديالهم يعني اللقاحتها في النهار اللي تولدوا فيهم قيت التاريخ وحسبت لها دبارة قريبة تولد هادو دبار عندهم تقريبا شهر شهر قل شي حاجة ولكن دبا اني حاولت اني نفطمهم على امهم ايامهم دبارة باغا تولد انا بدات كتدخل يعني كتبني العش كيفاش غادي نتعاملوا معاهم اولا من الصغر ديالهم حاولوا انكم تعودوهم على واحد النوع من الماكنة يعني عالف يعني ماشي من الله بنت قد تعطيهم واحد العالف ومنين يكبروا صافي دغي دغية تعطيهم واحد العالف اخر مثلا من الاخضر مثلا تعطيهم اليابس من اليابس تعطيهم الاخضر وتزربوا عليهم حينما كما كنقولولله حاولوا انكم يعني تعودوهم على واحد الاكل تاني حاجة ممكن انكم منين تكونوا حاسبين الانثى يعني مثلا عندها هي هي كتولد على شهر مثلا كيلي كتولد على ثلاثة وثلاثين يوم ثلاثة وثلاثين يوم اما الفيطان اللي حادث عن الفيطان قبل مت مت هي يعني قتكونوا مدونين تاريخ قبل مت مت دير هي في الحقيقة البلدية كتكون يعني كتولد على قل من ثلاثين يوم يعني على حسن التجربة ديالي ممكن انها كأنها تتولد على قل من شهر يعني مش بحل الرومية الرومية كتولد على ثلاثة وثلاثين يوم ثلاثين يوم ثلاثين يوم مهم هدي هذا موضوع منه بشهر نهضرو دبا على الفيطان الفيطان يعني هي قبل مت 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 انتو ما يعني الونطة ديال البلدية أنا عندي كتولد على اه 28 يوم 29 يوم اه انا من قيت له التاريخ حييت ولادها عليها قبل بتلتة ايام ولكن هات تلتة ايام كانت قامت تعاملوا معها بالتدريج كيفاش هالتدريج ممكن اننا النهار اللول يعني نخرجوهم هنايا عما فلقاج بوحديتهم ووف الليل ماع ردوهم臨ا باش تردعهم وكم قلوا راقبه منين تشوفوا أن الأرانب صافي ولاو ما يردعوش يعني وغني هيد أولو غي تديهم وتوصلهم veutlevين لم كيردعوش عشنو غادي تدير غتقى مراقب منين بنا شوف فاللي κاللي었던 أشخاص ردئوه صافي لابقوش كيردعوش ولكن في الليل هم مولفين بالحضن ديال الام ديالهم لان الام ديالهم كتديرهم تحت منا باش كتدفيهم تدودها بالمربك الفارس زيادة الحلقة يعني ممكن تستعنوا بكرطونا بحالي عادي كرطونا كي مكنس عادية وتقبوها من واحد الجانب انا نحيي داركم كرطونا تطلبوها من عند بائع يلا يلا اي اي ايئا كان يني تقبوها من احد الجهة وتخليوا من وحد الجهة وتحفرونهاج من واحد الجهات نقولوا اللي بالغ لا يكونوا يستحملوا البرد بحل الاريني بالبالغين يعني نقولوا اللي بالغ الكارتونة ما ديش يخدموها بزر يعني يخدموها غير في الأيام الأولى بما هم يتعودوا على الجو والبراصة يعني ديالهم يعني الكاج يبقوا يشموا فيه ويرتاحوا له دير لهم علافات خاصة بهم حذبان هاد العلافات هادو هانا راني سديس عقليهم هاد العلافات كما كتشوفو هانا هنوريكم انتو ما راني ديروا واحد الخشبات هانايا باش ما يبقاش يدخلو هاد العلافات اذا كما قتلكم ما يبقاش يدخلو هاد العلافات هادو ديال خاصين بالكبار حاولوا دير لهم علافات صغار بحال هاد الشكل هادا الكارتونة اللي كتلكم عليها حاولوا انكم يعني تخدموها غير كيف لا الاسبوع الاول مثلا صافي باشي يعوثاني هما يتعوضوا على الجو ديال الجو البارد الجو المعقول اللي ممكن انهم لان ذلك الساعات الشارق يكون كبر لهم صافي ممكن انهم يستحملوا البرد فوقشتولي تحيدوا عليهم الكارتونة صافي يكونوا يعني مزيانين وتحسو بهم صافي بدو كي ياكلو شهر و نصف شهر و نصف صافي كي يقول لي قادر انه يعتني بنفسه راسو ياكل راسو قادية ديال الماء حاولوا كما قدلكم ديرو في بيكاربوناتسوديوم وديرو احتى الخل على حساب شوفوا انا يرنيع اعطيهم اي حاجة كنعطيها لهم انهم مشي محسوبين روميين انا محسوبين كروازيين يعني محسوبين بحالهم حل البلدي بلدي كي ياكل اي حاجة كتعطيه مسكن كي ياكل كلش الحلقة ديالنا رسالات الناس لماذا زال ما شاركوش معانا يشاركو معانا قناة غادي يبدعم ديالكم كنشروكو مزايف على التعليق طيبة ديالكم ما تنسوناش بجير زير جام واتكيوا على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة